وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 351 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 62 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 15.5 طن سلع غدائية وفي مجالي حجب وبيع بأسعار أزياد لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية فقد تم ضبط أكثر من 21 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 312 قضية من بينها 100 قضية خبز ناقص الوزن و85 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 14 قضية بمضبطات أكثر من 192 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر